حقيقة الأمر تبتدي من مؤشر نسبة تغطية القروض المتعطلة نسبة القروض الغير منتظمة والمتعطلة نسميها السنة اعلننا أن النسبة هي 1.3 نسبة القروض المتعطلة 1.3 نعم من إجمالي محفظة القروض هذا أقل رقم أعتقد في الكويت نعم نعم طبعا نحن بالنسبة عندنا تقريبا العام 2012 كانت 2.76 يعني نحن عمليا بالنصف بالنصف تماما هذا الدليل الموضوعي على جودة الأصول لم يكن نسميه جودة الأصول لم يعد لدينا قروض معروفة محددة تستحق أو نستطيع ناخذ عليها مخصصات أنتم أيضا هذه كلفتكم الكثير أنتم شطبتم حق مقروض كبير حتى كذكرت لي 400 مليون دينار نعم حوالي أكثر من 400 مليون دينار تم شطبها علشان نوصل مثل هذه يعني أكثر من 1.3 بليون دولار مجموعة من الأنشاء يعني مرة نقدر نقول هذه إن شاء الله تكون بداية مرحلة جديدة المرحلة السابقة كانت هو عمليات تنظيف محفظة الغروض وهذه كانت النتيجة مساهمين تحملوا يعني وهذا نحن لا بد أن نشكر نحن كإدارة أن نشكر المساهمين على تحملهم هذا الحدد من السنوات دون عائد وهذا يبغي أن يكون استثناء وليس الأصل أيضا لا أنسى أني أنا أشكر موظفين البنك اللي أيضا نابهم شيء من العنت نحن أيضا لم نوزع أي مكافآت على العاملين هتوزعوا بعد السنة هذه؟ أعلننا أنه راح نوزع شهر عن الراتب الشامل لكل العاملين اليوم على النام يعني نستطيع أن نقول أنه دي بداية مرحلة جديدة للبنك التجاري يعني إن شاء الله وبكل تأكيد نحن ننطلق من قاعدة قوية نعتقد أن بياناتنا المالية هي خير دليل وشاهد وضعنا قوي نسبة كفاية رأس المال هي الدليل على أمرين المتانة والنشاط لأن العبرة ليس بكبر الحجم بقدر ماءه اتزان الرقم نحن عندنا تقريبا حوالي 18% هذا يغطينا حتة بازل ثريه هذا معمول على بازل تو هذا يغطي حتة بازل ثريه كفاية رأس المال هل تفكرون أنه في زيادة رأس المال خلال الفترة القدم؟ ايه لا لا هذا جايه جايه لأن متطلبات بازل ثري بازل ثري في نهاية الأمر تقتضي أن لكن عملية زيادة رأس المال لازم تأخذ أكثر من شوية شوية على المساهمين لا لا تقدر تأخذ أكثر من منحة يعني إحنا اليوم ليش أخذنا 11% مثلا حالة زيادة رأس المال ها أسم منحة أسمها منحة ويمكن المساهمين مبسوطين أو على غير بعضهم مبسوط لكن في نهاية الأمر هذه هي زيادة لرأس المال وأنا أتوقع يعني إن شاء الله أن تقييم وكالات التصنيف دولية راح تأتي بتصنيف مؤيد للبنك المركزي للبنك التجاري للبنك التجاري أنا أحب البنك المركزي زيبي للبنك إيش أغلبالي مجدي للبنك التجاري إن شاء الله تقديراتنا وتوقعنا أنه راح تكون أفضل من ما كانت عليه الفترة الماضية والدات الأم الأخيرة شكرا